الموضوع انا مش هاجي اقول يعني ثقافة غسل اليدين لان هي برضو اه هو موضوع لي علاقة طبيا ومراضيا لكن هي كمان ثقافة يمكن عشان مش عايز الناس تبقى تبدايق لكن احنا كمان انا شخصيا كنا بنكسل هنقول بنكسل مش واخدين بالنا ان انا ممكن لو كون سندت على حاجة بسيطة اهمية ان انا اغسل ايدي بعدها قد ايه حضرتك في الطب واهمية غسل اليدين وقد ايه ممكن تكون سبب لامراض كتيرة جدا اتفاضح هو الجلد بتاعنا المناخرنا وحتى عنينا كل المناطق اللي ممكن تبقى مويست رضة اهمية وعليها جزء من الدهون دي بتستقطب زرات تراب مبدئيا اهمية زرات التراب بتحمل من خمسة الى زرات تراب اللي هي ممكن تبقى غير مرئية طبعا اهمية بتحمل من خمسة لعشر مايكروبيت البكتيريا حجمها من ميت الى الف مرة الفيروسات فيبقى لو انا قلت الزرة دي عليها عشر بكتيريات يبقى عليها مية الى الف فيروس بزبطة الزرة الواحدة فانا مجرد ان انا اتعرضت للهواء او لمست تعرضت للهواء انا فيه على جسمي كله زرات تراب كله بصرف النظر بقى هو ايدين هو راس اكتر حاجة على فكرة بتشيل تراب المناخير لانها موست والشعر والجسم كله هي المشكلة في الايدين ان احنا بنحركها ونأكل ونشرب ونمسك ونمسح من اخبنا غصب عمنا ونحط ايدنا على وشنا هي دي المشكلة وبالذات في الايدين بقى المناطق اللي فيها الثانية يعني المناطق اللي فيها التجعيدات كل المناطق ده هي محملة بعدد كبير جدا من المايكروبيت انا فاكر من زمان او مثلا من حولي عشرين خمسة عشرين دكتور زملنا جرب اه يخسل ايده مش يخسل ايده مش يخسل ايده بانواع مختلفة من الصابون وياخد عينة من الايد قبل ما يعمل التجربة وبعد وبعد التجربة وبعد التجربة بساعة وبعد التجربة بساعتين وبعد التجربة بثلاث ساعات بعد التجربة بثلاث ساعات رجع تاني عدد المايكروبيت اللي موجودة على الايد كما كانت قبل ما يخسل هو كان بيترب بقى صابون بيتول وصابون بيزول انواع مختلفة من الصابون فعلا عدد البكتيريا رجع كما كان بالرغم إن الشخص دوت ملمس حاجة ملوثة زي حقاك قلت من الهوى بقى من الهوى من التراب التراب اللي جاء على فكرة اللي عايز يعرف قد إيه فيه تراب في الهوى لو هو قاعد في قضة ظلمة وفتح الشيش الصبح وشان كله وشاف شعاع الشمس اللي داخل لو يقدر يعد عدد زرات التراب اللي شافها دي قدينه مئة مليون لأ ومهات البيوت اللي بيلاقوا مكان على الأرض آه يعني موجود مهات البيوت آه مهات المعيي أم البيت طب دكتور أنا يعني مع ظاهرة كورونا لما انتشرت وكان ظهر أنه هو نرش الكحول والكلام ده آه أنا لما برش الكحول وباجي بعديها مثلا مشوية يخسل إيدي بلاي إيد المية اللي نزلة مش نظيفة فمعنى كده إن الكحول ده ما بينضفش الإيد لأ يا فكرة الكحول أو المية بصابون في عدد كبير الفيروسات نوعين آه نوع آه بيحيب به غشاء دهني ونوع ما عندهوش غشاء دهني الفيروس دايما عنده حاجة بيميز بيها الخلايا بتاعة يعني فيروس الكورونا كل الناس شافت شكله على التلفزيون كورة وطالع منها شوك بزرع اللي هو الإس بروتين أو السيرفيس بروتين السيرفيس بروتين ده هو اللي بيميز الخلايا بتاعة لو الفيروس ده محط بغشاء دهني يقوله عليه فيبقى الاسباير ده طالع من الغشاء الدهني لو أنا غسلت إيدي بصابون صابون كل الناس عارفة أنه الصابون بيدوب الدهون فهو حيدوب الغشاء الدهني اللي حوالين الفيروس ده دوب الغشاء الدهني يبقى طير معاه البروتين الشوكي الألكول فكرته أنه مزيب عضوه بيعمل نفس التأثير يعني نفس تأثير الصابون بس أنا شخصيا أعتقد أنه الصابون أقوى في إزالة الغشاء الدهني وشفنا في الإرشادات أو الحاجات الوقاية الاسترشادية الخاصة بفيروس كورونا غسل اليدين بالصابون هي قبل أصلا استخدام الكحليات آه فهي الفكرة كلها لو أنا متوفر عندي أن أنا أخسل إيدي يعني لو واحد بيتوضع بالمرة يخسل إيدي بس هو فكرة غسيل إيدي مش أنا أخسل إيدي كده دي مش كفاية يعني هو فيه طريقة محددة للغسل لأن حضرتك قلت فيه في الثناية اللي موجودة جوه فمحتاجة طريقة معينة للغسل يعني ما عمل إيدي كده أصبحت الحتة دي فيها تجعيت المناطق دي كلها يعني هو كده وكده بس هو ما حدش بيغسل إيديه كده يعني بس لو أنا عمل قربية وصابون ما هو تفكر أطول آه الفيديوهات الاسترشادية كده بس قصدي لو حد لسه راجع من البيت هو بيخش في ثانية زي الفيديو هو يا دكتور اللي شغال طريقة الدعك من كل ناحية يعني هو لو بنشوف طبعا يعني كان ظاهر الفيديو قبل أو يعني آه هي الطريقة دي يعني مثلا احنا عندنا في الصيدلة في الصناعة قبل ما يخش منطقة منطقة الانتاج بصرف النظر فقا هو هينتج قرص أو هينتج حقن فحقن هو بيخش اللابس لبس في الآخر زي لبس الفضاء لأنه لو في بكترياية واحدة جوة حقنة المريض ودايما احنا بالنسبة لنا المريض مناعته أقل من مناعة الشخص الطبيعي اللي بياخد الدواء هو شخص مريض فتبقى مناعته أقل فيبقى أكثر عرضة للإصابة بالأمراض فالطريقة دي طريقة الغسل دي هو بيتأكد انه كل الميكروبات اللي على دي تخلص منها ده قبل ما يلبس الجوانتي وقلب يلبس الجاون وقلب يلبس البلط وقبل ما يلبس الماسك الحاجات دي كلها مبقى أين ده بيحصل حتى في العمليات قبل ما الدكتور بيخش قط العمليات بيعليهم محوات بره وبيعرضوا يخسروا إطراب وداخل الغرفة العمليات وممنوع بعد ما يخسر إيديه يمسك الحنفية حاجات دي على فكرة دقيقة بشكل لا تراب العملي مجردة زرة التراب عليها من خمس إلى عشر ميكروبات طيب دكتور هو المشكلة يمكن بتواجه السن الأطفال أكثر يعني الأطفال هم في المدرسة بيمسكوا أي حاجة بيلعبوا في أي حاجة بيكروا من على الأرض بيحطوا قدهم بعد كيف مناخرهم بقوهم وفعنيهم يعني هم عجوائيين جدا فإزاي هتبقى فيه سيطرة يعني لو الطفل أنا أقول يعني أنا سهل بالنسبة لي أن أنا أعلمها أو أعلمه كل شوية يرش كحول على أنه يروح يقسل إيدك لأن الغسيل إيده يروح للحمام فلو هو رش كحول ده كده هو في سيف زون يعني في أمان ولا يعني الكحول اللي بيبني نفس تأثير الصبول لأنه زي ما قلت هو مذيب عضو وبعدين معظم الميكروبات يعني إننا كنا نتكلم عن الكورونا اللي هي كوفيد 19 لا الكورونا موجودة من قبل كوفيد 19 فيه أربع فيروسات كورونا بس ما هماش كوفيد الكوفيد هو تطور أو طفرة من تفارات الكورونا خمسين في المئة من حالات يعني واحد يقول لك أنا مناخلي ثابت صح وفقط حسّت الشمر ده كورونا عادية ومش محتاجة أنه يعني يعط في البيت بس ولكن خمسين في المئة من حالات نزلات البرد أو الرشح ده مش الأنفلوانزة دي كورونا ما احنا بنقول عليها دور برد اللي هي بنقول عليها دور برد عدد بقى الفيروسات اللي بتعمل دور البرد ده يعدي تلتمية تلتمية آه منهم نوع واحد اسم رينو ده في منه مئة نوع الأدينوفيروس اللي محملين عليه التطعيم بتاع أسترازينيكا وجونسون ده أوقات بيعمل برد والأنفلوانزة وأنفلوانزالايك يعني في حاجة اسمها أنفلوانزالايك أورجنزمس عدد الميكروبات اللي بتعمل آآ نزلات برد أو رشح أكتر من تلتمية الكورونا واحد منهم ودول موجودين ولن يختفوا اللي سابق بسيط جداً أن عدد سلالاتهم كتير قوي الحاجة التانية المهمة أنه الوقاية من كل أمراض الجهاز التنفسي الفيروسات بالذات بتعتمد على أن جسمي يعمل أجسام مضادة مخاطية في أجسام مضادة بتطلع في الدم ولكن في أجسام مضادة بتطلع على الأغشية المخاطية الأغشية المخاطية اللي هي أساساً الحل والرئة والأمعاء والجهاز الباوي النوع ده من الأجسام المخاطية الأجسام المضادة ده عمره صير وتركيزه قليل عشان كده من زمان قوي أول هيكون فيه جرعة منشطة وطالما كورونا لم يختفي أو بلاش نقول كورونا والكوفيد 19 لم يختفي هنعد الطعام تضع على الأقل مرة كل سنة زي تطعيم الأنفلوانزة ولكن هو الفرق بين الأنفلوانزة والكورونا إن السلالات بتاعة الأنفلوانزة كتير يعني معظم الناس اللي بتسافر عمره أو حنجة بيرجع عنده دور برد ودور برد قاتل قاتل كل المعتبرين هما جايين من دول مختلفة بالذات منطقة جنوب شر أسيا زي الناس بتاعة كان زمان وحنا صغرين نروح أن نعمل تبادل للطوابع أثناء العمره بيحصل تبادل للطوابع لا فعلا الباريسات اللي بتجي بعد العمره فعلا بتبقى يعني أنا فاكرة أنا أنا جات لي في العمره أنا فاكرة كنتش قدر كنت بصلي في القوضة مش قدر أنزل لأنه يعني كان أقوى بالنسبة لي من الكورونا بكتير